السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين اي يا رب تكونوا بخير انو هذا جماعة رديو جديد ان شاء الله يعجبكم زي ما احنا شايفين مع بعض دو كورنبا اول حاجة يا بسم الله ابدأ ان الكورنبا بتاعت ازاي طبعا ملان وراء تعرفها ازاي بتضغط على كده من تحت يبقى البها ملان معاكي ما تبقاش فاضية و بتحوتيجي جي تعرف انها ملان وراء وراءها حل اول حاجة انا قطحها كده من فوق بسم الله بمسكدة جزء اللي فوق وابدأ اداكم خبطة بالسكينة اللي فيها كده بايدي وخبط بالسكينة الوراء بيفك معايا وبيقع لوحده زي ما احنا شايفين طبعا الوراء ده ما بيتهمشوا على حاجة يا ما ده بقى لو عندك طيور فراخ بط بوز اي اي طيور عندك بتحطه لها طبعا بيبقى جميل جدا يعني ما بنهضرشه ولا حاجة بابدنمش حاجة احنا زي ما احنا شايفين انا بقطع له الطيور بتاعتي كده ما بعمهش ولا حاجة طبعا انا عند البطة الكبيرة مش صغية لو انتو صغية بتقطعيه صغية شوية بتناعميه لكن انا عند كبير بتقطعي كده المهمة مش موضعنا نبدأ بقى في عميل القرنبة بتاعتنا نفس اللي احنا عملناه شدنا الوراء اللي خضرها ها هبدأ امسك الجزء ده واخبط اخبط بالسكين بتاعتي الفها كده واخبط بلاقي الوراء بيفك معايا طبعا اه حلوة طرقة جميلة جدا خلافة جماعة ما بتسلق كرنبة بحلها انك تشيل الجزء اللي فوق ده وبتسلقها بحلها لا كده بتطمنى نظفتها بتطمنى ان البقى تسلق معاكي وخد سوى واحد لكن انت لو سلقتيها بحلها يعني اللي بقى هيستوي اللي جوه لا ما بتتغسلش معاك طبعا ومحنا طبعا السلق ده زي تعقيم قبل الغسل كمان يعني بيتغسل وبيتعقى معاكي فكده بتطمنى نظفته احسن وانضف يعني كده بتفككي طبعا زي ما احنا شايفين الورق يعني قسر معاكي مهوش طري لو طري ممكن تشيل العرق بتاعته ديت لكن لو الورقة قسر معاك وانشفة زي كده لو جنت تشيل العرق بتاحها هتتهضر منك وتتقطع منك فهتسلقها كده وبعدين تشليه يعني ان لو الورقة دبلان باشلها لو مش دبلان عادي باشلقها وباجع قطحة تاني وخليلها هنا عندي مية فها مالحة طبعا معلقة كمان واحدة عشان الغازات اول ما المية تغلي هنزل بكوين ببتاعي المية غلتها جماعة زي كده انزل بكوين ببتاعي تنزليه في المية كده براح عشان ما يتقس ترش منك طبعا انت لا عايزة تقطعيه وتسبيه يومين يدبل معاك يستحسن بس هنا أنا قتل استعجلة عليه طبعا كلما الورقة يدبل معاك كلما يديك نتجة احسن يعني بتقطعيها بتقطعي كلما وتسبيها يوم اتنين تدبل معاك خلص بتسلق معاك على طول ما بتهدرش معاك هنا يا دوك بس المية تغلي عليه غلوة التانية او ما حشايلها على طول نزل ما احنا شايفين يعني ما يستويش يا جماعة خلي بالك من النقطة ديت يعني يا دوك بس غلوة بس أنا مش عايز الورقة يستوي معاك عشان ما يتهدرش ويتهدر مني لقي يا دوك بس غلوة وغصفيه زي كده نفس الموضوع يا جماعة غلوة بس عليك كده بطلعه وكل مقلب بطلعه يا جماعة كل ما بطلع قرنب ببشطفه بمية سقعة وبفرده على صنية خلص عشان لو حتطفق بعضه كده سخن بيكمل عملية سور يعني هتطلعيه على مية سقعة يتشطف معاك وبعدين تفرده على صنية زي ما احنا شايفين كده انا مفرده الورق الأخضر الوحده واللبيد الوحده بعد ما شطفته بمية سقعة على الحوت مية تحنفية ابدأ بقى اشل العرق بتاعته طبعا بنخليله بتبقى منخليله جميلة جدا بتليم بجوزقنا على بعض بتشيل الجوزق ده ممكن تخليليه او ممكن تحديفل الطيور بتاعتك ابدأ بقى هنا اقطع المحش بتاعي على حسب ما تحب الصوابع كبيرة صغيرة ممكن تقطعي بايدك كده زي ما انا بقطع او ممكن على القطع بتاعتك البلانشة بتتحكمي بقى في حجم المحشية بتاعتك الصوابع المحش بتحبيه طويل صغير زي ما تحبي طبعا الورق الأخضر بنحطه فقار الحلة لانه بيبقى قس شوية فبياخد عملية سوى اطول وعشان كمان لو بتحرق ما ايه هو بيستحمل شوية زي ما احنا شايفين ابدأ اروس بتاعي جبت المصفة كده اروس اللاخضر لوحده والابيض لوحده عشان زي ما قلتلكو والاخضر بيبدأ بيقى الحلة وبعد كده برس اللابيض عليه اللي ما احنا شايفين بشيل العرق بتاعه وبدأ رقطع على ايدك بقى على الرقطع انتو راحتك وتتحكيم في صبوع المحش بتاعك المقز ده بتاعك انت طبعا انا بريك بس الطريقة ولو ورقة تقطعت منك عادي بتحطي ورقة على ورقة بدل الورقة الايام معاكي بتمشي يعني احنا جماعة ما منهضرش حاجة زي ما احنا شايفين كده قطعت هما خانوكم بطين قطعتوهم زي ما احنا شايفين الجزء اللي ربيض على بعضه واللاخضر على بعضه والعرق طبعا هنخللها مع بعض بجد جميل جدا ويخد شوقت وطبعا من الاكلات الشتوية الجميلة وفي الصف كمان بنحبه جدا ده فيديو النهارة فيديو خفيف ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله هعمل معاكو ده محشي اللي في المصفى ده محشي وده هكايسته معاكو ده هيتفرز انا كده ما بحب بعمل حاجة بعمل طبخة وبعين طبخة اللي هنعمل ده محشي وده هيتعين كده في الفرزة خلاص خلص كده استنينا بقى فيديو المحش ان شاء الله خلطة تعجبكم وهيبقى فيديو خفيف ان شاء الله وهيعجبكم لو فيديو النهارة بقى عجبك لايك وشير اشتراك في القناة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام